فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نشرف ونسعد في هذه الحلقة بصحبة عالم من علماء قناة الندى فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي مرحبا شيخنا الحبيب رضي الله عنكم أحسن عليكم ربنا يباري فيك الله يحفظك اتكلمنا شيخنا الحبيب في الحلقة الماضية حول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ووقفنا عند هذه الآية لننتقل إلى الآية الأخرى في بداية هذه الحلقة بإذن الله قال الله سبحانه وتعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نريد أن نقف مع فضيلتك مع هذه الآية ثم نشرع في أسئلة الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين علي الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري واسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل نعم في قولي سبحانه وتعالى أياما معدودات بعد الموسالة التي كانت في الآية الأولى كما كتب على الذين من قبلكم فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال أياما معدودات فهي موساة يعني بعد موساة وتسرية بعد تسرية وتخفيف بعد تخفيف فهي أيام معدودات نعم نعم كما سبحانه الله يعني تجد لو تأملت تجد في الزكاة الله سبحانه وتعالى فرض علينا في الزكاة في المال اتنين ونصف بالمئة نعم ولو فرض علينا خمسين في المئة زكاة ما وسعنا إلا أن نقول سمعنا وقطعنا لكن هذا من باب التسير نعم على العباد شوف اتنين ونصف بالمئة كذلك أشوف في رمضان نعم في الصيام سنة اسنى عشر شهرا وتجد الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام شهرا واحدا فخ سبحانه وتعالى فهي أيام أيام معدودة وفي رمضان كما يعلم الناس وكما هو واقع نشعر أن الشهر يمر سريعا نعم بخلاف كل شهر لأن الناس يحسبونه كام رمضان كام رمضان كام رمضان كام رمضان تجد يمروا يمروا سريعا بخلاف كل الشهور سبحان الله فهي أيام معدودة أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام نحن هذا أيضا تيسير من بعد تيسير فوق تيسير سبحان الله أيها سبحان الله ولفت نظري هنا الشيخ الحبيب وحركته صوب لي ما أقول الله عز وجل سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يعني يسترضي عباده سبحانه وتعالى وهو الكبير العظيم فهو يقول أياما معدودات يتودد لعباده إن صح تعبيري ويرضيهم سبحانه وتعالى ويخفف عنهم بقوله فمن كان بكم مريضا أو على سفعدتهم من أي من أكل نعم ده صحيح ربنا يبارك الله يفضل الشيخ مرحبا ده صحيح تعبدنا بالمشاقة نعم سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فإذا كنت مريضا لا تستطيع الصيام كنت مسافرا لا تستطيع الصيام فلك رخصة أم تصوم في أيام أخرى نعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نعم وعلى الذين يطيقونه أهل العلم منهم من قدر لا فقال لا يطيقونه نعم ومنهم من جعلها على ما هي عليه يطيقونه فالذي قدر لا قال وعلى الذين لا يطيقونه أي لا يطيقون الصيام لا يستطيعون الصيام لا يتحملونه عليه أن يفتدي يطعم طعام مسكين من قدر له ومن لم يقدر له قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي أنه له بالخيار هو بالخيار إذا كان يريد أن يطعم يطعم فكان هذا في أول الأمر قبل أن نأت إن شاء الله للآية التالية سنرى أن هذا نسخ فكان في بداية فرضية الصيام كان الصيام رمضان على التخير من صام صام ومن أطعم أطعم فكان على التخير وهذه الآية نسخت عند جماهير أهل العلم كما سنرى بإذن الله رب العالمين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي وجبة مشبعة للفقير عن كل يوم افطره من رمضان وقبة واحدة شيخ نحبي ليست وقبتين يعني هناك من أهل إن من قال وجبتين بس الرجع أنه وجبة واحدة وجبة واحدة مشبعة ومد يعني فلكن الآن نقوله مد من حنطة نبد كده يعني ومن هو من قال مدين نعم لكن وجبة مشبعة وجبة مشبعة فدية طعامه مسكين للمساكين نعم نعم YHWH الحجر للفقراء ومساكين وكان أنس رضي الله عنه عندما تقدم في السن ولا يستطيع الصيام كان يطعم يأتي في آخر الشهر فيصنع طعاما يكفي 30 مسكين واطعوهم مرة واحدة فيجوز أن تطعم عن كل يوم لكن ليس قبل اليوم يعني لا تقول أنا سأطعم عن الغد لا بعد أن تفطره وتقضي عنه تقضي عنه فتقضي عن هذا اليوم أو تجمع مثلا كل أسبوع كل شهر كما فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله تطوع خيرا في إيه في الإطعام تعود على الإطعام آه في الإطعام آه تعود على الإطعام من زاد على طعام مسكين فهو خير الله يعني أنت تقول أنا سأطعم عشرة من فقراء كل يوم هذا ما أنت تتاجر مع الله سبحانه وتعال فهذا دي بتعود فمن تطوع خيرا أي تطوع خيرا تعود على الإطعام فهو خير الله ثم عادت الآية تقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ثم عاد الله سبحانه وتعالى ليحثك على الصيام رغم أن الأمر على التخيير ولك أن تصوم أو تطعم لكن الله سبحانه وتعالى يحثك وعلى أن تصوم فهو خير لك وهذه من ملامح شرعنا أن الأمر دائما يبدأ بالتدريك فالله سبحانه وتعالى تجد يتدرك سبحانه وتعالى يعني يأتي الأمر على خطوات والنهي كذلك يأتي على خطوات فهذا من جمال شرعنا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر مرة واحدة إلا في بعض المسائل ولا ينهى مرة واحدة إلا في بعض الأمور لكن التدرج هذا ملمح من ملامح شرعنا ومن جمال شرعنا فالآية تختتم بأن الله سبحانه وتعالى يحثك على أن تصوم رغم أن الأمر على التخيير لكن الله سبحانه وتعالى يحثك على أن تصوم وهذا أصحاب الفراسة كأمر وغيره يفهمون من ختام الآية أن الأمر سيأتي بعد ذلك بلزوم الصيام يعني يفهم كده طالما أن الآية ختمت وأن تصوم خير لكم معناه أن الصيام أفضل فهو يستشعر أهل الفراسة أن هذا على سبيل التدرج وسيأتي الأمر الحد بالصيام كما سيأتي في الآية التالية والله أعلم نعم جميل جدا طيب يعني هل تحب أن نكمل آية أخرى أم نشرح في الإجابة على الأسئلة يعني كما تحب لو أحببت الآية التالية ما فيش مئن أي طيب الله يحفظك شيخنا الحبيب يعني لو نجيب على الأسئلة ونجعلها نرجعها للمرة القادمة كما تحب رضي الله عنكم شيخنا الحبيب طيب السائل يسأل شيخنا الحبيب عن صيام رمضان هل هو الواجب على المسلم فقط أم أن هناك صيام آخر واجب على المسلم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عموم الناس هو صيام شهر رمضان فقط لكن هناك واجب أن تتوجب على نفسك كمن نظر أن يصوم فهذا أوجب على نفسه أن يصوم والقضاء فهذا واجب هذا واجب أو الكفرات كما أن يجامع أهله في نهار رمضان فهذا يجب عليه إذا انتقل إلى الصيام أن يصوم شهرين كاملين لكن ما فرض الله علينا هو صيام شهر رمضان إلا ما كان من أنك أو جبت على نفسك بالنسب أو كفرات أو قضاء رمضان والله أعلم نعم تمام جداً طيب شيخنا الحبيب سائل يقول قراءته حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذي الحجة فهل هذا حديث صحيح أم لا؟ وما معنى هذا الحديث؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على صور الله عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح هو الصحيحي؟ نعم الحديث صحيح ومعنى ليس كما يفهم يعني بعض الناس أنه لابد أن يكون شهر رمضان كاملاً نعم يعني ثلاثون يوماً نعم وشهر بالحجة كاملاً ثلاثون يوماً لما هم لا ينقصان في الأجر نعم لا ينقصان في الأجر فأنت لو صمت تسعة وعشرين يوماً فستأخذ الأجر كاملاً الحمد لله كأنك صمت الشهر نعم الشهر بكامله هذا معنى الحديث لا ينقصان في الأجر نعم شهر عيد طبعاً عيد الفطر وعيد الأضحى لا ينقصان في الأجر حتى وإن كان الشهر لم يأتي بتمامه يعني نعم والله أعلم تمام طيب شيخ الحبيب سائل يسأل يقول أنا صائم فأذن المؤذن للمغرب فهل أفطر أولاً أم أصلي أولاً هذه في الحقيقة يعني تكون دائماً محل مش أولو حكي محل لخلافة والأغلب بيفطر وإذا ذهبنا إلى المسجد لاينا يضوب سطر أقل من سطر وراء الإمام لأن الكل يقول النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا أزل العشاء ثم العشاء فقدموا العشاء نعم فيقول هنا الأكل هو السنة نعم فبالصحيح ولا شيء نعم الحمد لله والصلاة والسلام على السلام عليكم من الممكن أن نلحق ذلك بالصحور نعم يعني في الأكل والشرب يعني إيه ويملأ بطنه فكذلك في الإفطار نعم فإن الأسر يضعون الإفطار على المائدة قبل المغرب بنصف سنة صحيح ويجلسون حوله يتلززون بالنظر لا شك أن في ذلك مسوبة نعم أنك ترى أمامك ما تشتهيه وأنت ممتنع لأنك في عبادة هذه نسمحها كثيرا مع ذلك عن مقاطعة شيخنا الحبيب نعم أن البعض يقول أو يعتقد أن النظر إلى الطعام أثناء الصيام عبادة يتقرب إلى الله بها نعم هل هذا فهم صحيح لهذا الذي أقوله لا أعلم نصا في ذلك نعم لكن أنا ذكرت أنه كنت تنتظر تنتظر الأكل والشرب وأمامك الزوجة نعم ومع ذلك فأنت تمتنع من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى فلننظر كيف كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فلنفعل مثل ما فعل نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات أو على لم يجد رطبات على تمرات إلا لم يجد حسح سواد من ماء ثم صلى المغرب صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإفطار عليه الصلاة والسلام وهذه السنة وفيها راحة للمعدة وإن كنت الذي أيضا بمجرد الأزان يملأ بطنه تجي إنه عنده كسل في صلاة التروح وتبقى يوقف في صلاة التروح بينام ويتسائب ليه لإنه ملأ ابن أدم معقن شرا من بطنه إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان الأطباء تكلموا بعد ذلك عن مسألة أنك تماهد للمعدة فأنت تماهد بالرطب أو بالطمر أو بالماء وتصلي المغرب جماعة ثم تعود إلى الإفطار فأنا أيضا نصيحة كيف كما ذكرنا في الفجر كيف تضيع ثلاثين فجرا في رمضان وتضيع ثلاثين مغربا في رمضان أنت في خسارة خسارة كبيرة جدا ثلاثون مغربا تضيع في رمضان من أجل الطعام والشرب هو المشرع قال لا تأكل وتشرب لا ده السنة أنك تعجل الفطر ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن أعجل في مجرد المؤذن ما قال الله أكبر أفطر على الرطب كما قال في سنة مغسل الماء لم أجد رطبا على طمر لم أجد طبعا الفرق بين الرطب والطمر الطمر أجاب شوية الرطب أطاري شوية إن لم أجد هذا ولا ذاك فعلى ماء ثم أذهب إلى المسجد وأدي صلاة المغرب الماء ده كنت اشتغلت وفي عبادة من عبادة إلى عبادة إلى عبادة فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام فليس المقصد من الصيام كما ذكرنا في أول كلامنا هو أن أملأ بطني عند الإفطار أملأ بطني عند الصحور لا إنما بعضهم يقولون تتحرموا علينا لم نحرم يا زم بالله نحن لا نحرم لكن نحن نقول أنه بنضع خطة أو خريطة للصائم حسب الشرع وكما علمنا أيها سيد البشر صلى الله عليه وسلم نعم نعم ده صحيح أثبتت حتى بعيدا يعني لو أننا أستغفر وحاشانا أن ننحي شرع جانبا ولكن حتى الأبحاث العلمية المتقدمة أثبتت صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة يعني بالحفاظ على صحة الإنسان وطهارته وغير ذلك ده صحيح نعم برك الله فيك الله يحب الله فخير الهادي هدي محمد عليه الصلاة والسلام فأأكل رطبات وطرا نعم ثم أذهب إلى صلاة المغرب وأستشعر الجمال كده وانت نازل تصلي صلاة المغرب كده تستشعر كده لذة العبادة والله صحيح ثم تعود إلى الإفطار ولا تملأ بطنك لأنه بعد قليل ستذهب إلى صلاة الترويح تملأ بطنك ستتسائب وتشعر أن القارئ يقرأ قراءة طويلة نعم إن كده الهضم شغي صحيح صحيح نعم وهذه يعني ممكن نقول رسالة شيخنا الحبيب لمشاهدين الكرام ولكل إنسان أن لا يكون رمضان شهر وطعام وشراب يعني نعم نحن نرى هنا تسابق شيخنا الحبيب لا أقول تسابق إلى المسجد لصلاة الترويح بقدر ما يكون تسابق إلى الأطعمة والأشربة والحلويات وما لذة وطاب لا سيما في الأيام الأول من رمضان يعني فهل من نصيحة في هذا الباب يعني نذكر بها مشاهدين الكرام في أن يغتنم رمضان فيما هو أكبر من ذلك للغاية التي تحدثت فضيرتك عنها في الحلقة الأولى لعلكم تتقون يعني نعم الفاطميون الروافض من الشيعة جعلوا كل عبادة يعني معادلة لها من الطعام نعم فجاء رمضان القطائف والكنافة أعود مرة أخرى وتحرموا ما نحن لا نحرم أقول يعني من أين جاء هذا فجعلوا القطائف والكنافة وهذه الأطعمة في مولد النبي يعني الصسم جعلوا حلوة المولد نعم في اليوم العاشم المحرم جعلوا عشراء فجعلوا في العيد الأطحى جعلوا الرؤاء صوان الرؤاء نعم فربطوا ما بين العبادة وما بين المطعمات وما بين المشروبات كل واشرب هذا على سبيل الإباحة نعم كل واشرب لن يحرم عليك لا طعام ولا شرب إلا محرمه المشرب نعم إنما لا تملأ بطنك ولا تحول رمضان إلى شهر طعام صحيح يعني تظل المرأة طوال النهار وخصى في الأيام الأولى طوال النهار تطهي الطعام وحتى الصلاة تصليها بالكاد نعم تصليها بالكاد وتتعب نفسها جدا والمقصد من رمضان ليس هذا ليس هذا إنما المقصد ايه التقوى نعم الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام من أجل التقوى نعم أن نحقق التقوى نعم ليس أن نملأ بطوننا وأن نحول الشهر إلى طعام وشراب وقطائف وكنافع وحلويات نعم أمام التلفزيون طوال الليل نعم يبقى أنت تضيع صيامك بالنهار صحيح وتعبك بالنهار في الليل نعم في أكل وشرب وتملأ بطنك وحتى لا تنزل للصلاة صحيح حتى لا تنزل للصلاة فلا لهؤلاء ننصح أنفسنا ننصح أنفسنا ننصح الجميع أن رمضان شهر عبادة نعم شهر عبادة قرآنك في يدك دائما تستشعر أنك في عبادة لله سبحانه وتعالى عزيزي العبادة بالليل وبالنهار صحيح يعني بعضهم للأسف بمجرد ما يأتي المغرب يأكل سريعا ويزب للجلوس على المقاهي نعم وكافتريات طوال الليل نعم لا صلاة مغرب ولا صلاة طراويح ولا صلاة فجر ثم يصوم من النهار ويصهر ليس عنده عمل يصهر وينام في الصباح ويستيقظ على المغرب يستيقظ أين صيامك هنا نعم أين المشقة أين استشعار الطاعة فلهؤلاء ننصح هؤلاء يعني أدي طاعة الوقت اللي انت مأمور بها ولا تجعل شهر رمضان من أجل الطعام والشراب والصهر نعم 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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم نجدد التحية والترحيب بفضيلة شيخ الدكتور متولي البراجيلي مرحبا شيخنا الحبيب الله يحفظ لك نورتنا وأسعدتنا الله يبارك فيها دكتور الله يبارك فيها مرحبا حضرك شيخ شيخنا الحبيب أجبنا على بعض الأسئلة قبل الفاصل ونستكمل بعد هذا الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى السائل يسأل يقول ما السنة في الفطر في رمضان يعني سمع من يقول أن السنة أن أفطر على تمر وبعضهم قال على الماء والبعض الأخر يقولوا على اللبن فما هي السنة هنا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام السنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإفطار يكون على رطبات نعم كلمة رطبات تشعرك بإيه؟ بالقل نعم بالقل نعم مش يكون الإفطار على كيلو ولا اثنين كيلو صحيح نعم رطبات يعني ثلاثة نعم خمسة أو واحدة أو واحدة أو واحدة سوحدة قليلة جدا يعني ثلاثة خمسة سبعة نعم بالكثير يعني رطبات فمن لم يجد فعلى تمرات نعم فمن لم يجد حسى حسوات من ماء شوف حسى حسوات من ماء يعني تجد فيه تناسق ما بينه رطبات صحيح حسى حسوات يعني أيضا ماء قليلا حتى سبحان الله حتى في الماء حتى في الماء لم يشر النبي صليم إلى الشرب الكثير كما يفعل الناس كأنه كان صائم منذ سنة يعني ويطعب المعدة نعم صحيح يعني يملأ المعدة ماء كده وهي خوية يطعب المعدة نعم فالشرع فيه جمال يعني لو احنا تتبعنا الشرع واتبعنا الشرع نجد فيه الخير كلهم نعم نعم فالرطبات لا توجد رطبات طمرات ما فيش طمرات بحسى حسى حسوات مماء فيه اللبن فيه حديث النبيع الصلاة منظر أنه كان فيه صفر فيه غزوة من الغزوات وقال لصحابين اجدح لنا نعم يعني إيه لو هو التمر باللبن أو كده يعني فيأخذ منه أيضا خلط الطمر باللبن نعم والله أعلم يعني نعم تمام طيب هنا سائر يسأل شيخنا الحبيب يقول ما هي مبطلات الصيام نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فالصيام هو امتناع عن طعام وشراب وشهوة بنية 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 تعريف الصيام كده امتناع عن طعام وشراب وشهوة بنية من الفجر إلى المغرب نعم فننظر إلى أي شيء مما ذكرنا يعني يؤدي إلى لو وقعنا فيه يؤدي إلى بطلات الصيام نعم ثم يغير النية هنا الكثير من أهل علم قالوا لأنه قد أفطر لأن النية هي مصاحبة للصيام للعبادة كمان يقطع النية في الصلاة نعم فأنت في الصلاة لو قطعت النية بدون أن تسلم خلاص خرجت من الصلاة صحيح كذلك هن فإذا قطع النية فخرج من الهباد نعم خرج من الصيام وصار مفطرا وإلا ما يأكل أو يشر نعم فده عندنا النية النية مصاحبة للصيام من أول الإقلاع حتى المغرب حتى الإفطار الطعام إذا أكل فقد أفطر إذا شربة فقد أفطر إذا جامعة فقد أفطر نعم وكذلك إذا حادت المرأة إذا حادت المرأة لأنه من شروط صحة الصيام كمان شروط صحة الصلاة نعم الطهر إذا حادت المرأة ولو في آخر لحظة قبل المغرب نعم يعني بعض النساء آخر ناس خمس دقايق ناس خمس دقايق نعم لا تحزني أنت قد أخذت الأجر كاملة بالنية أخذت الأجر كاملة بالنية فلا تحزني إذا جاء الحيض أو النفاس ولو في آخر لحظة قبل المغرب فهذا يؤدي أيضا إلى إبطال الصيام فهذا هو الردة نعم والجزع هنا شيخنا الحبيب أو الغضب قد يفقدها الثواب بالنجم يعني إذا رضيت أجرت يعني أخذت الأجر الأجر كاملة لكن إذا سخطت حرمت الأجر يعني أيوة ده صحيح الإنسان يرضى وهذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنا جاء الحيض للمرأة بعضهن يأتي لها الحيض قبل المغرب ثلاث دقايق نعم أزوء إزاق نعم أنت أخذت أجر الصيام كاملا كاملا فلا تحزني يعني ولا تجزعي فقد أخذت كلنا نسعى للأجر صحيح أنت أخذت الأجر نعم طيب شيخنا الحبيب سائلة تسأل هل على المرأة كفارة إذا جاء معها زوجها في نهار رمضان نعم الحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه الصلاة والسلام طبعا الرجل عليه الكفارة الكفارة المغلزة أعيد قرقبة فلم يجد صام شهرين متتابعين لم يجد أطعم ستينة ستينة مسكينة نعم فهذا على الرجل فهل على المرأة أيضا كفارة الجمهور على أن عليها كفارة نعم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائقه الرجال فالحكم للرجل أو الأمر للرجل وأمر المرأة والنهي للرجل ونهي للمرأة ما لم تأتي قرينة صارفة ربما تأتي قرينة صارفة تخص الأمر على الرجل أو تخص الأمر على المرأة فلكن الأصل في الأوامر والنواهي أنها للرجال وللنساء لكن من هناك من أهل علم قال أن المرأة ليس عليها كفارة واستدل بماذا قال إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل الذي وقع على زوجته في نهار رمضان لم يذكر الزوجة بشيء لم يقلوا على زوجتك كذا وعلى زوجتك كذا وقالوا لو كان على الزوجة كفار لبين النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما كان ربك نسي فالمسألة خلافية وتعود إلى المطاوعة لو أن طاوعت زوجها في أن يأتيها في نهار رمضان فلا شك أنها في الحكم كمثل الزوج تختلف طبعا عن المكرهة أو كده فعلى المرأة إذن الراجح أن المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان وكانت مطاوعة له برضاها فعليها الكفارة كالرجل تمام أما إذا كانت غير مطيعة له وإنما تم إكراهها فليس عليه شيء ليس عليه إن كانت مكرهة نعم ليس ليس عليها شيء والله أعلم تمام السؤال الذي يليه هل تتكرر الكفارة الجماعي بتكرار الجماع وهل الكفارة تكون على الترتيب أو تجب على الترتيب العتق ثم الصيام ثم الإطعام أم أنه يختار ما يعجبه يعني نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم يجب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان والصحابي الذي وقع على زوجتي في نهار رمضان وهرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وقعت في أمر عظيم قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك رقبة نعم فقال لأملك إلا رقبتي فقال صم شهرين متتابعين فقال يعني في بعض الروايات وهل ما وقعت فيه إلا بسبب الصيام نعم إذا كان في شهر رمضان وأنا فعلت ذلك فما بالنا في القطاء شهرين متتابعين قال أطعم ستين مسكينة فقال لا أجد ما أطعم به أحدا نعم يعني ليس معه شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أجليس فجلس فجيء للنبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه طمر يعني قدر من الطمر كذا يعني يكفي إطعام ستين مسكينة وأكثر فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا وأطعموا للفقراء والمسكين فقال والله يا رسول الله ما لا يجب ما بين لبتيها من وأفقر مني لبتيها من أفقر مني الجبلان الزاني وحيطان بالمدينة فقال لا يوجد بيت أفقر مني فاتسم النبي عليه السلام وقال أطعمه أهلك شوفت الجمال الشرف اعتق رقبة لا أملك صوم شهرين لا أستطيع أطعمه للفقراء لا يوجد أفقر مني وأطعمه أهلك فالشرف جميلة وهنا تظهر الرحمة العجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بهذا الصحابي الجليل سبحانه الله أطعمه أهلك ويبتسم النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة عند جمهور أهل العلم على الترتيب بمعنى أنه الأول الأطق لم يجد رقبة ينتقل للصيام يصوم شهرين متتبعين لا يستطيع الصيام ليس باختياره يقول أنا لا أستطيع لا يستطيع الصيام فينتقل إلى الإطعام ورد عن الإمام مالك عليه رحمة الله ورواية عن الإمام أحمد أنها على التخير لماذا قالوا على التخير قالوا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عدق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينة وقالوا هذه الزيادة صحيحة لكن العمل عند جمهور أهل العلم على أنها ليست على التخير وإنما هي على الوجوب ينتقل كده يعني إن لم يستطع ينتقل إلى التالي إن لم يستطع ينتقل إلى التالي فليست على التخير عند جمهور أهل العلم فيبدأ بإطق الرقاب لا يوجد إطق الرقاب الآن فيبدأ بالصيام يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أتى كبيرا من الكبار أنه جامع أهله في نهار رمضان يتوب هل يصوم يوما يعني بدل هذا اليوم إضافة إلى إلى الستين إلى الستين يوما قال بذلك فريقه من أهل العلم وردت رواية ويصوم يوما مكانه وإن كانت مرسلة يعني ليست متصلة يعني فيها ضعف لكن قالوا هذا مما لا يقال بالرأي قالوا مرسلة صحيحة الشيخ الأباني قال مرسلة صحيحة فعمل فريقه من أهل العلم بذلك قال يصوم يوما مكانه ثم يقضي شهرين متتابعين ومنهم من قاله ويقضي الشهرين المتتابعين والله أعلم نعم تمام السائر هنا يسأل شيخ الحبيب هل يجوز أن يأتي الرجل أهله ولا يغتسل حتى أذان الخجر نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نصر الله عليه الصلاة والسلام وسئلت أم المؤمنين عائشة في ذلك فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أهله ثم يغتسل بعد صلاة الفجر يقلع موزات طعام والسلام بمجرد ما أزن الفجر يتوقف نعم يتوقف ويؤجل الغسل لبعد الأزان أثناء الأزان يغتسل فهذا حدث من النبي عليه الصلاة والسلام إذن لا حرجة فيه يعني لا لا حرجة في ذلك نعم مهم الإقلاع كما يقلع عن الطعام والشراب مجرد ما يسمع الأزان يقلع يقلع بعد ذلك يغتسل بعد أزان الفجر وينزل لصلاة الفجر تمام طيب سائر يقول هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته أو أن يدعبها في نهار رمضان نعم الحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه الصلاة والسلام نعم يجوز للرجل أن يقبل زوجته أو أن يدعبها في نهار رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقبل أم المؤمنين عائشة وكان يباشرها وهو يعني بدون جماع نعم لكن كان أملككم لإربه أو لأربه كما في الحديث يعني لإربه أي لفرجه ولأربه أي لحاجته يعني عنده إذا يشعرك بأنك إلا تستطع أن تجبح جماع شهواتك فابتعت وهذا نستشعره في كلام أم المنعيشة لما قالت كان أملككم لإربي أو لأربه أنه ما كان يتمادى صلى الله عليه الصلاة والسلام فالإنسان لو شعر من نفسي أنه يتمادى في ذلك لا يفعل لذا فرق بعض أهل العلم بين الشاب وبين المتقدم في السن فقالوا الشاب لا يصبر ربما لو أنه قبل أو اقترب من زوجاته يقع في المحظوم لكن المتقدم في السن يصبر وإن كان ابن حزم له كلام في الموضوع ده فبيقول يعني لا يفرق ما بين الشاب والشيخ وقال لأن أم المؤمنين عائشة مات عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الثامنة عشر من عمره نعم يعني في عز شبابها ومع ذلك كان يقبلوا أن ابن صلاة تقول وهو صائم وأنا صائم صلى الله عليه الصلاة والسلام لكن من رأى مسألة هذا من رأى مسألة السن وقوة الشهوة لا شك أنها عندها متزوج حديثا نعم تختلف عند المتزوج من عدة السنوات صحيح نعم تمام طيب هنا سائل يقول سمعت تقريبا في نفس هذا المعنى أن تقبيل الزوجة ومداعبتها أثناء الصيام هذا كان خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليس لجميع الناس يأني فهذا صحيح حملا نعم حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عمر بن أبي سلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة أثناء الصيام نعم فقال سأل هذه أم سلم يعني يعني أم سلم فقالت أن مع السلام يفعله أي يقبل أثناء الصيام فهو قال يا رسول الله إنك قد غفر لك ما تقدم من زنبك يعني أنت تختلف عننا فهو فاهم كده أنه التقبيل خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام فالنبي عزيلا который جاءه قال لأني أخشاكم لله وأطقاكم له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وأيضا عمر رضي الله عنه لما قبل زوجته وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني وقعت في أمر عظيم أو فعلت فعلا عظيما قال وما قال قبلت زوجتي وأنا صائم فالنبي عليه الصلاة والسلام فقال أرأيت لو تمضمطة لو تمضمطة هل عليك شيء قال لا ففيما يعني زيها يعني قاس له النبي عليه الصلاة والسلام القبلة كالمضمضة للصائم فإذا مسألة أنها مقصورة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست بصواب للأدلة الموجودة وأيضا نقول أن هناك قاعدة أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يخصه إلا إذا وجد دليل نعم يعني لا يأتي واحد ويقول هذا خاص برسول الله أين دليلك فالنبي عليه السلام ما فعله هو تشريع صلى الله عليه الصلاة والسلام إلا لو جاءت قرينة صارفة تخص النبي عليه السلام كما سألت مثلا الزواج من أكثر من أربعة فهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام لكن الأفعال النبي عليه السلام نحن يتعبت بها كلهم بحسب درجته من الوجوب أو الاستحباب ولا نقول هذه خاصة برسول الله إلا لو وجدت قرينة تخص النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه الصلاة والسلام تمام سائر شيخا الحبيب يسأل هل على المرأة كفارة إذا أكرهت على الجماعة وقد أوضحت فضلتك أنها ليس عليها شيء فهل أن تقرر السؤال الآخر أم تريد تعقينه لا لا ليس عليك كفارة إنها مكرهة إذا كان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ده في الكف في الشركة بالنعم أيها فما بالنا بأنها مجبرة نعم على الإجماع نعم وأن بعضهم وإن كان الرأي مرجوحا هذا السبيل الأمانة قال عليها كفارة قالوا لما قال لأن الإكراهة هنا لا يتحقق بكاملين فهناك نوع مطوعة يعني إن كانت مكرهة لكن قالوا هناك نوع مطوعة لكن طبعا ما عليه جمهير أهل العلم أنها مكرهة لأنها لا تحاسب بعد ذلك على المطوعة التي جاءت بعد الإكرام نعم فهذه لا تملكها إنما هو الأصل في بداية الأمر كانت مكرهة لكن بعد ذلك كنها طوعت فهذه ليس بيدها نعم هذه فطرة فنقول إذا أكرهت فلا شيء علي نعم شيخ الحبيب السؤال الأخير لضيق وقت الحلقة يقول هل ثبت دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر أم لا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الأدعية التي وردت عند الإفطار عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها في أساندها مقال نعم كلها في أساندها حتى المشهور اللهم لك صمت وبك أمانت وعليك توكلت وإلى آخر هذه نعم وحتى هذا يعني هو لعل أقربهم هو زهب الزمأ وابتلت العروق وثبت الأجر وثبت الأجر إن شاء الله هذا يعني فيه من أهل علم من حسنه ومن أهل علم من ضعفه نعم إنما هو كل الأدعية الواردة عند الصيام فهي في أساندها مقال هو يكون أقربهم إلى القبول هو زهب الزمأ طب بما تنصح فضيلتك لمن يريد أن يتحرر السنة يعني نعم هل يكثر من الدعاء لأنه كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إن دعوته عند فطره ويكتفي بذلك أما أنه يقول ذكرا ولكنه يخاف أن يكون من باب بدعة يعني نعم هو لا شك أن الدعاء مطلوب في كل وقت نعم وإن شاء الله عندما نتكلم عن باقي آيات الصيام سنجد آية الدعاء صحيح أيوة ما بين سناية أحكام الصيام فالدعاء من ما ظنت الإجابة أن يكون في أثناء عبادة نعم وكما تفضلت حضرتك أنه دعاء للصائم دعوة لا ترد أو ثلاثهم يعني لا ترد دعوتهم منهم الصائم وإن كان أيضا هذه الحديث في أسانيديا نعم في أسانيديا مقال لكن هذا في فضاء العمل وأنت في عبادة أنت في عبادة والدعاء في أثناء العبادة أحرى بالإجابة فلوحنا لو قلنا أنه لو لم يثبت عن النبي صلى الله دعاء بعين لكن هذا وقت دعاء نعم وقت دعاء وعندنا كما قلت يعني ذهب الزمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله في خلاف بين أهل العلم لكن حسنه الكثير من أهل منه الشيخ الألباني علي رحمة الله والله أهل نعم فضلت الشيخ الدكتور المتولي براجيلي جزاك الله عننا خيرا ورضي الله عنكم ربنا يبارك الله بيسا مشاهدنا الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى بصحبة نخبة من أهل العلم والفضل للرد على أسئلتكم واستفساراتكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون